في هذا المكان بالضبط ستتعرف على معنى العيش بين الجبال فالأجراف والصخور هنا لها عظامة بادخة نحن اليوم في زيارة لقرية تاريخية وسط القمام الكلسية لسلسلة جبال الريف الغربي إنها تاغزوت تاغزوت تسمية جغرافية تستخدم في العديد من قبائل المغرب وبالسلسلة جبال الريف توجد تاغزوت القبيلة الصنهاجية بالريف الأوسط وتاغزوت القرية الساحلية قرب بن جميل ثم تاغزوت هذه التي نحن بصدد زيارتها اليوم والتي توجد بين جبال بن حسان الشاهقة القرية التي كانت في إحدى الفترات ذات شأن سياسي كبير ببلاد جبالة كانت هناك سخور بيضاء ضخمة في المرتفع وينحضر من تحتها شلل هادر تتسقط مياهه نحو قعور سحيقة غاية في جمال إنه فج تاغزوت على قمة الجبل الموجود خلف هذا الفج توجد قرية تاغزوت كان هذا مقتطفا من رحلة الصحفي فينسينت شين إلى قرية تاغزوت خلال عام 1925 وقد خصص لهذه الزيارة جزءا مهما من كتابه أمريكي بين الريفيين ففي وصف رحلته بسلسلة جبال الريف الشمالي المغرب توقف شين كثيرا في منطقة تاغزوت بقابلة بن حسان سدوانا وذلك خلال الانسحاب الإسباني سنة 1925 حيث وصف جبال المنطقة ووديانها السحيقة كما أشر أيضا في الصفحة 232 من نفس الكتاب إلى أصل اسم تاغزوت وارتبطه بالأرض ويقصد به مكان دماء وزرع ويصادف في الغالب جنبات الويديان ويستعمل هذا اللفظ في الكثير من الأماكن بسلسلة جبال الريف أشهرها قرية تاغزوت الصنهاجية أشهرها قرية تاغزوت صنهاج سرير ويشير الكاتب لأصل سكان قرية تاغزوت هذه مستعينا بالشهادة كارل تون كون عندما يتحدث عن المنطقة في زمان مقامه بها ويذكر أن سكان تاغزوت بن حسان يعتبرون أصلهم صنهاجي يعود إلى تاغزوت صنهاج سرير بالريف الأوسط وتاغزوت هذه قرية تنتمي إداريا للجماعة الترابية الواد بإخليم تدوان وهي جزء من فرقة بن هاروم قابلة بن حسان توجد بين جبال كايات أعذر وصالح وهي جبال تنتمي للمنتزه الوطني تلسنطان مشكلة من صخور كربوناتية يكسوها غطاء نباثي كثيف عبارة عن أشجار العرعار الصنوبر والبلوط القرمزي ويمكن الوصول إلى قرية تاغزوت انتلاقا من مدن تتوانا وشفشاون عبر نفس الطريق المتجهة للمنتزه أقشور إذ لا يفصل القرية عن أقشور سوى بضع كيلو مترات وهي قرية سياحية بها بعض مرافق الاستقبال والضيافة حيث تشكل نقطة انتلاقة للعديد من المسارات السياحية الجبلية سواء في اتجاه مرتفعات شفشاون أو مرتفعات تتوان وقرية تاغزوت كما ذكرنا هي قرية تاريخية حيث كانت خلال العشرينات من القرن الماضي مركزا له دور مهم في الانسحاب الإسباني وأصبحت فيما بعد ذات دور اقتصادي مهم خصوصا بعد تدشين محطة كهرومائية لإنتاج التاقة الكهربائية أسفل القرية هي الأولى من نوعها بشمال المغرب والشبكة الهيدرغرافية بالقرية كثيفة جدا سواء تعلق الأمر بالمياه السطحية مثل وادي أسفلاو ووادي ترامبوت أو فيما يتعلق بالمياه الجوفية الوفرة والمتمثلة في المنابع المنتشرة بالقرية ومن أثار المعمار القديم بقرية تغزوت الحسانية المكان المعروف بالخلوة أو كما يعرف محليا بالسيد وهو المعروف باسم داريح عيسى التراري حيث توجد وسطه بنايات يظهر من معمارها العارقة والقدم كما أن معظم منازلها قادمة جدا بدأ بعض أصحابها يجددونها لمنازل عصرية خصوصا وأن القرية توجد على محور طرقي مهم يربط مدن الشمال المغربي بمنتزهاته الطبيعية الموجودة بتلسنطان قبل أن ننهي حلقتنا هذه التي خصصناها لقرية جميلة جدا بسلسلة جبال الريف الغربي نترككم الآن تستمتعون ببعض من جمال الطبيعات بهذه المنطقة على أمال لقياكم في الحلقة القادمة لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم ومشاركتنا أيضا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة